السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا دكتور هاوس. حضرتك طلبت ده وقت عايز تحول صورة فيها كلام عربي. اه عايز تحررها او تحولها للملف وورد عشان تقدر ان انت يتمكن فيها. طبعا نسبة البرنامج نسبة تحويل البرنامج ده. للنصوص العربية ممكن زي اه خمسة وتمانين في المية. لان فيش برنامج العرب منها كده تجهل الموضوع ده يعني. ما فيش برنامج بيحاول داتي بنسبة مية في المية الا بالنسبة اللغة الانجليزية فقط يعني. ده برنامج طبعا نسخة شركة وسطية. ده البرنامج كمال اللي عايزنا ارفعه لك خاضر اوكي. اه زي ما حضرتك شايف يعني. عادي خلص تفتح البرنامج. طبعا بعد ما انت ما تثبته خطواته عادي خلص كله نكست الاخر يعني. دي صور عادية. دي انا كتبتها هيت باللغة العربية يعني على برنامج الفوتشوب طبعا. عايز احوالها ده وقت يده. عايز احوال الكلام ده بنص. يتقير على الورد. طبعا ده برنامج بتزبط حضرتك الاعدادات عن طريق ديت. دي اللغة. بتختار اللغة اللي انت عايز تحولها. طبعا انت عندك هنا الانجليزي وفرنسي ولغة عربية. حضرتك بتختار اللغة العربية. هنا طبعا بتحدد الاعدادات اللي انت عايز الملف اللي هيخرج من التحويل وكده. حضرتك هتختار ايه? البرنامج اللي هيتفتح علي او الامتداد. فحضرتك هتختار ايه? تختار مسلا مايكروسوفت ورد الفين وتلاتة اللي هو الامتداد الارتي اف. وحضرتك تدوس وكي عادي خالص. عايز حضرتك بالضغط على العلامة دي طبعا هتفتح انت ملف الملف المجرم يتحول يتفتح على الورد على طول. لكن احنا طبعا ايه? هيتقل الجهاز شوية يعني. فحضرتك تزبر العدادات كده وندوس اوكي عادي. وبعد كده حضرتك هنختار الملف اللي احنا عايزينه من اوبن. هنختار الصورة. هادي الصورة. البرنامج اهم بعملية ان هو عمل تحليل للصورة. وحضرتك تضغط على العديات. هيبتد ان هو يحول هيختار مكان الحفز. هتحفز طبعا على سطح المكتب. خير اسمها مسلا اي حاجة. كده البرنامج نجح في تحويل. هنقفل عادي الريد ارز على كده. ونفتح البرنامج اللي اتحول. زي ما حضرتك شايف. انقبر كده. نجح حدا ما في التحويل. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا حضرتك هتلاقي فيه حاجات بسيطة كده. هاستغيرها يعني. هذا الشرح التحويل صورة عليها يكتب الى كلام ياسهل تحريره بواسطة طبعا مش عالف ازاي معرش ميكروسوفت. فالتحول طبعا بيكون نسبة 85% يعني. بس ده يعني لحضرتك بتاعك على الكيبورد بطيء يعني شوية. استخدم التقن ايادية ويبقى يتبقى لك مسلا ايه? اسطر بسيطة بس ممكن لحضرتك تحولها. بس هو ده كل البرنامج يعني. بس شكرا.